نحن يجعل بعهم المتجولين نعبر أن آدمنا جريمة غريمة. جريمة لي كيستنقر الجميع. جريمة لبقولت جريمة لكي تستدقل القلوب. القلوب الحارة. القلوب دي الشباب. دي النأر. الجريمة دي هنا فلت في واحد. الجريمة اللي هي كيستنقر الجميع. باسم الفراسة. وباسم الناس المقهورين. والناس اللي دايما مقهورين. والناس اللي كي نربه من أجل这个 هادي الحكم ما تريد بسيطتي ما يتكرر هادي جريمة نستلك لها الجميع جريمة ما يقبل اشتاشى واحد نحن نستلك اليوم هاد هذه جريمة لقد قم بآد من الله سدوك وليحية الشعب عاش الشعب عاش الشعب عاش الشعب عاش الشعب عاش الشعب عاش الشعب حش عشx خير وحس release وكأشك له هذه الحضور قلع strongest فالكلاو bilarsi اذا حضور لكى اكل كدب باننا كلا وحد كدب الواحد كدب طعيف نحنا معا محمد وقفنا محمد الفكر كلنا محسين ذكري. كلنا خلفنا معه. شكرا. تحية. الحضور. تحية لقع الإطارات الجماعية الشعبية اللي حضرنا. باختصار تفاصيل ديال عمليات الإغتيال والعمليات الختل كجريمة مكتملة الأركان اللي اختار في النظام كما موالف مرة أخرى مدينة الحسيمة كما موالف كيمارس الإجرام دياله في المنطقة ديال الريف خاصة بصفتي أنا وفي المنطقة أنا وكان عارفه زيال أشكا يتمارس تمام على أبناء الشعب كما يتمارس على أبناء الشعب في المغرب كان. حضور اليوم ديال الوزير الداخلية برفقة الإتباع دياله اللي هبطوا اليوم ودنسوا منطقة بالأرجل ديالهم ديال الإجرام وبشاول البيت ديال الشهيد ودخلوه بصفاتهم قاتل قاتل اللي اعطاء أوامر بالقتل ويزيد ما زال يحترج ليه في أرض الريف وفي البيت ديال الشهيد انو هادي جريمة أخرى يتمارس حق المنطقة لانا اللي كي يعرف اللي كي يعرف الريف مزيان وكي يعرف المنطقة والمدينة الحسيمة مزيان في衛ان هادي الشباب المنطقة والمونطقة واله enormous عوش الشعب عاش الشعب عاش الشعب عاش الشعب عاش الشعب احنا كان عارفهم زيادة انه ما موريطان في حق حفادت عبدالكريم الخطامي من 56 من 56 الى يومنا هذا من تهميش وقمع وقتل من 58-59 مروراً بالسبعينات مروراً بالرابعة وثمانين مروراً بيوم عشرين فبراير الى يومنا هذا قتيل ولا شهيد اخر مور عاش الشعب سلسلة وللائحة مفتوحة دي الشهداء قدمتها دي كلمة التقدار وقدمها الشعب المغربي يا شاهد ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح يا شاهد ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح يا محفيد ارتاح ارتاح باش نقوله باش نقوله المطاري يال هاد الناس اللي كي يحش احنا ما كان طالبوش فتح الحقيق بالجريمة ان الجريمة مكتمية الاركان واضحة مستشلة بالصوت والصراء ان هديك عملية قتل وعملية اغتيال لواحد من ابناء الشعب احنا كان طالبو محاكمة مباشرة اولاً لرئيس الحكومة بصفتي هو المسئول الاول عن الاجهزة الامنية ثانياً وزير العدل بصفتي هو اللي كي يعطي الاوامر الاجهزة القمعية دياله باش يتحرك ثالثاً اقانته بشكل مباشر لواكل العام الملك والعميل اللي كانوا في المنطقة مرها محاكمة شخص اللي غا يقول احنا نمو الأمهات ديال المغاربة ما كيتحرك مغاربة ما كيتحركوا مغاربة ما كيتحركوا السويد تحاكم جريمة قتل مع اسم اصرار وطرسوط لان التحقيق احنا عارفين اشبير كي يمشوا تحقيقاً فين مشا تحقيق ديال اغتيال كاريم الشيب يوم عشرين فبراير فين مشا تحقيق ديال اغتيال الخمسة ديال الشهداء يوم عشرين فبراير من حرقهم في البنك الشعبي في حسينة فين مشاو تحقيق ديال المفاتيحة اللي تحقيقاً ابناء طنطر ابناء اقنمير اللي تنقلوا العام اللي فات بالكاميوات ديال تسبرهما شهداء ديال طياضان فين مشاو هذ التحقيقات اللي كيتحلوهما اللي كيتعودش يتسلم هاد شي هاد شي الناكن غايتينطق من البقاء ديال بالشوارع ورفع الشعارات وبالاحتجاج لان هاد التولاء وهاد المخزن ما كيجيش من غير هاك ما كيجيش إلا بالاحتجاجات إلا بالانتفاضات إلا لانه كيخاف شوف اليوم واشكتشفوا شي بخصنيك يدور عنه ولا شي بوليسي جايق معكم اليوم حيتعارفوا ان المغرب كامل كين في الشوارع كو خرج هناك قدام واجي حل هناشكل واجي قدام وحدك وطيل هناشكل إلا مقمعوك ولا غادي قتلوك كما دانوه تحية الجمهور الشعبية تحية الأبناء تزنيت على هاد التضامن بس أخير بذوري لأخذكم شي جريماء واقعه وعبارة انتقال والسهتار بأرواح المغاربة ما حدث بالحسيماء لا يقب فقط على المحاسبة مصرومة ما وقع بالحسيماء هي نتيجة سياسات تتنجى الدولة ما وقع بالحسيماء سيقعوا بتيزنيت المتتبع للشخص الهام محلي سيلاحق كيف تتعامل سلوة المخافة الأسبوع مع متجوينين ما يمكنش تحضر الكوب بالطريقة اللي غادي تصدر الرزق للعباد الله ما يمكنش أنك غادي تحارب الهجاسة والفقر والقمع للعباد الله مليك تهزن واحد المواطن سلع صندوق السردين قتل حفظ سبل أولاً عدم احترام مستارة قانونية الحجز من أول حين حرب وبالتالي قبترالي نطالي ونحمي المسؤولي الدولة على السياسة التي تنهجها في سيبا بالعامة ووضع الاجتماعي بالمغرب فمواقع بالحسيماء أقل منه وقع بالتولس وقلاحظتم مواقع بالنطاقة المغاربية مما تمنى أن تكون هذه الحسيماء مدخل لتغيير سياسة دولة مدخل لتغيير أه ما وقع في الحسيماء هو جريمة هو جريمة القتل متعمد مع سبق الإصرار والترسل المسؤول الأول عن ما وقع هو رئيس الحكمة المغربية المسؤول الأول عن ما وقع هو رئيس الحكمة المغربية الشخص السيد عبد الحلاف القيران السيد عبد الحلاف القيران ليعطى صريح بعد خروج اتباع دياله إلى احتجال ضد اغتيال شهيد المكتوف محسد الثوات شعب المغرب يا ايوهان صلات الشعب المغرب لا يوهان بلكيران يا جيفان شعب المغاري في الآيوهان الكلان يا جيفان بين القناة القناة بالقلب تسنيد هذا حضور الغفير التي يتذكرنا بمطاهرات وقسيرات عشرين فترائر المجيدة نعلن تضامننا المفتائي والمطلق والنشروف مع اسرة الحقيق مع كل شهداء الشعب المغريبي نعلن ان ما هو عبدالحسيمة سيكون له لا بعده نعلن بكل مسؤولين ان المحاسبة محاسبة المسؤولين من اكبر مسؤول الى اسعر مسؤول اعطاء الامر به نحلم انه سيحاسب ولن يبقى ملف المحاسبات ملفا مفتوحا ولا يعاقب المفسدون والقتلاء والمجرمون الان المحاسبة عين الشهد ما زالت محتوحا هاد المجرمون وهاد الارهابيين الحقيقيين اقول باسط الشبكة الامازينية من اجل موطنة باسط الامازين الأحرار اننا متضامنون اننا كلنا محسن فكري من تزنيت الى اقادير الى الراشدية الى مراكش الى برجة الى الحسيمة الى اربعين مدينة التي خرجت اليوم اليوم كانت مسيرة الشهيد مسيرة الشهيد على تورك اربعين كيلومتر هذه رسالة قوية للمخزن بكل اجهزته اننا لن نقبل لن نقبل هاد السياسة للحقرة نطالب برفع الحقرة للرجال الامر ورجال الصفة العمومية عن الباع المتجولي عن الناس الذين يجدون ويجدون لأجل قمة العيش ونطالب بمحاسبة المفسدون ويجدون ويجدون اصحاب باخرات اعالي البحار اصحاب مقالع الرمال هادوا مجرموا الحقيقيون تحية الشباب ونساء وشيوخ السديد عزيوز